أهلاً من جديد البداية دبلوماسياً إذ بحث رئيس الجمهورية عبداللاطيف رشيد مع مبعوث الرئيس التركي إلى العراق لشؤون المياه فيصل إيروغلو بحث سبل تعزيز التعاون المشترك رئيس الجمهورية أكد أهمية تزويد العراق بالخطة التشغيلية وبيان الحد الأدنى من إطلاقات المياه التي تصل إلى حوضي دجلة والفرات بينما قدم المبعوث التركي تقريراً مفصلاً للأعمال والمشاريع التي يمكن للجانب التركي القيام بها في مجال التعاون مع العراق لمواجهة أزمة المياه والتصحر وتطوير الإدارة المائية وطرق الري مؤكداً إلى الرئيس أردوغان حاجة العراق من المياه اهتماماً استثنائياً